في سياق آخر ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة استهلها بتقديم خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين في هيئة قناة السويس وذلك لما بذلوه من جهد عظيم في سبيل إنهاء أزمة سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في عرض مجرى القناة وأعادت حركة الملاحة بها لفتا إلى أن هذا الجهد الكبير والذي أشد به الرأي العام العالمي والمحلي تكلل بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على مؤاذرة رجال الهيئة وتكريم أبنائها المكتهدين والذين أسهموا في أن يظل اسم مصر مرفوعا وفي هذا الصدد نوها رئيس الوزراء إلى الرسائل شديدة الأهمية والتي تضمنها حديث السيد الرئيس أمس في المؤتمر الصحفي العالمي والذي عقده خلال تواجده بين رجال هيئة قناة السويس مثنيا على فحو هذه الرسائل القوية والتي تناولت مختلف القضايا سواء الداخلية أو الخارجية شكرا